من الأول على مستوى قارة آسيا في محو الأمية حسب تصنيف اليونسكو في ثمانينات القرن الماضي إلى الأول في محو الهوية هكذا بات واقع التعليم في عراق ما بعد الاحتلال ولسيما تعليم الفتيات الذي شهد جفافا في نهر العلم وقد كان دفاقا زاخرا يروي تراب الرافدين فينبت عالمات وعلماء يحملون قبس العلم إلى الدنيا نزوح وفقر وانعدام أمن وفساد ضارب حتى جذور الحكومة أعاق تعليم الفتيات هكذا وصفت منظمة اليونسيف واقع تعليم الفتيات في العراق إذ قالت في آخر تقرير لها إن الفتيات العراقيات يجدن صعوبة في تحصيل العلم بسبب المعوقات الأمنية والاقتصادية وخصوصا إذا كنا من النازحات أي أكثر من ثلث العراقيات اللائن نزحنا عن ديارهن بسبب الحرب وبحسب منظمات دولية يوجد أكثر من خمسة ملايين نازح يواجهون صعوبة في التعليم بسبب ترد الواقع المعيشي وعدم قدرة الحكومة على تأمين المستلزمات التعليمية واقع حرم ثلاثة ملايين طفل عراقي من التعليم في ظل عدم جاهزية نصف مدارس العراق بحسب تقارير لمنظمة اليونسيف عجز حكومي لم يستثني حتى المناطق التي لم تشهد حربا مع تنظيم الدولة إذ تشير مصادر إلى لجوء وزارة التربية إلى تأجير مدارس حكومية لمستثمرين حولوها إلى مدارس أهلية ويتولون بدورهم ترميمها وتأمين الأثاث والمستلزمات المدرسية الأمر الذي يعزوه مراقبون إلى عجز مالي تعاني منه وزارة التربية بسبب الفساد والرشوة وانتشار المحسوبية مدارس العراق باتت اليوم خالية إلا من بقايا أوراق دون فيها الطلاب أحلامهم بمستقبل مشرق لكن هذه الأوراق ظلت حبيسة الواقع المتردي وتنتظر من يقوم بتصحيحها ترجمة نانسي قنقر